وقوف على تطورات هذه الاجتماعات إليك مايس أشكرك محمد طبعا بعد موقف حزب الأمة تفصيلا اجتماع غير رسمي بين المدنيين والعسكريين في السودان بوساطة سعودية أمريكية هو الأول من نوعه منذ 11 أكتوبر 2021 الاجتماع استمر لنحو خمس ساعات في منزل السفير السعودي بالخرطوم بحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكي هذا الاجتماع ضم من المكون العسكري كل من نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دوغلو والفريق شمس الدين كباشي العضو في المجلس السيادي أيضا عضو مجلس السيادة وعضو اللجنة العسكرية الفريق إبراهيم جابر أما من قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي فحضر الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير والقياد بالحرية والتغيير عضو لجنة إزالة التمكين طاه عثمان أيضا القيادي في حزب البعث العربي وعضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح والأمين العام للحركة الشعبية شمال ياسر عرمان وهو المستشار السياسي لرئيس الحكومة المستقيل عبدالله حمدوك مركزية الحرية والتغيير كانت قد رفضت دعوة الألية الثلاثية لاجتماع في يوم الأربعاء أي قبل يومين فقط من الوساطة هذه حينها اعتبرت الحرية والتغيير هذه الشخصيات المشاركة في الاجتماع الحالي أن اجتماع الألية الثلاثية لا يخاطب طبيعة الأزمة بعد هذا الاجتماع توالت ردود الأفعال سفارتها السعودية والولايات المتحدة رحبتها بالتزام الطرفين واستعدادهم لإنهاء الأزمة السياسية وأكدتها في بيانين منفصلين أن الاجتماع ليس بديلا عن الآلية أو آلية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد لحل الأزمة مركزية قواء الحرية والتغيير أيضا أكدت أن هذا الاجتماع أو أكدت بعد الاجتماع شددت فيه على تهيئة المناخ الدموقراطي مع التشديد بالنأي أو نأي بالجيش عن السياسة والمشاركة في السلطة المدنية والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقضي لجيش واحد مهني وقومي وقالت أنها ستعقد اجتماعا مع الآلية الثلاثية لتوضيح ما جرى في الاجتماع أما حزب الأمة حزب الأمة هو أحد أكبر الأحزاب برئاسة اللواء فضل الله بورنا قال إن الحرية والتغيير والمكون العسكري يمثلان طرفي النزاع الحقيقين وهذا الاجتماع هو الذي حصل خطوة صحيحة ترجمة نانسي قنقر